القوات السعودية تستنسخ في المهرة النموذج الإماراتي الأكثر سوءاً في الانتهاكات والقمع ومصادرة الحقوق حقيقة أقر بها تقرير حكومي رصد جملة الانتهاكات والتجاوزات التي مارستها القوات السعودية في محافظة المهرة منذ بدء انتشارها في هذه المحافظة المسالمة في نوفمبر من العام 2017 شامل التقرير الصادر عن مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة المهرة رصداً شاملاً لأداء المنظومة القضائية ولمجمل الممارسات التي يتعرض لها نزلاء السجون والأوضاع السيئة الناشئة عن هذه الممارسات لكن أكثر مظاهر الانتهاكات التي رصدها التقرير الحكومي تتصل بالمعتقلات التي أنشأتها القوات السعودية جرياً على العادة التي رسختها الإمارات في المحافظات التي تسيطر عليها بجنوب وغرب البلاد وأضاء التقرير على معتقى المطار الغيظة ومعتقى الفوجيت الواقع في مديرية حات الصحراوية ولفت التقرير إلى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والعنف المادي والنفسي من قبل جهة لا تمتلك سلطة التحقيق في هذين المعتقلين ورصد التقرير استخدام القوات السعودية غرف حجز انفرادية لتقييد حرية الأشخاص وترحيلهم إلى خارج الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى عدم السماح للنيابة أو أي جهة رسمية يمنية أخرى من الدخول إلى هذين المعتقلين لتقص الحقائق فيما يمثل وفقاً للتقرير انتهاكات تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم ممارسات القوات السعودية المنتهكة للسيادة وفقاً للتقرير توسعت في الآوينة الأخيرة إلى إنشاء ما لا يقل عن ستة مواقع عسكرية رئيسية بالقرب من منازل المواطنين ومصادر أرزاقهم في مختلف أنحاء المحافظة ما دفعهم إلى مغادرتها ورصد التقرير كذلك الانتشار المبالغ فيه لكمية هائلة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة في محافظة المهرة وقيام السعودية بتسليح بعض القبائل وإنشاء ميليشيات مسلحة تضم عناصر من خارج المحافظة بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في عدد الرحلات العسكرية إلى مطار الغيضة المدني وكشف التقرير بدء السعودية بخطط الاستغلال الاقتصادي المكشوف لمحافظة المهرة عبر البدء بإنشاء الأنبوب النفطي من السعودية إلى ميناء نشطون وتهيئة هذا الميناء لخدمة المصالح السعودية وخلص التقرير إلى مطالبة صريحة وواضحة لكل من السعودية والإمارات باحترام السيادة الوطنية للجمهورية اليمنية وذلك في أقوى رد فعلا للانتهاكات السعودية مرفوعة السقف للسيادة اليمنية في محافظة المهرة